أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين تقدم معنا أيها الإخوة في الآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى بين فضله لعباده المهتدين المستمسكين بكتابه وبما جاء عنه على لسان رسوله هؤلاء العباد الله سبحانه وتعالى أيدهم أيضا بأن بصرهم بأحوال من سبقهم من الأمم وأحوال الأمم السابقة تدل على سنن كونية ثابتة يجريها الله سبحانه وتعالى كلما تحققت شروطها النصر والهزيمة والخير والشر كل هذه وعاقبة الظلم وعاقبة البغي ونصرة الله سبحانه وتعالى للمظلومين وإعلاؤه لكلمته ونصرته لعباده المؤمنين هذه سنن كونية يجريها الله سبحانه وتعالى وقد مرت أمثلة كثيرة لها في كتاب الله الكريم وفيما تقدم معنا من هذه الآيات وهنا الله سبحانه وتعالى يذكر بذلك قد خلت من قبلكم سنن أحداث كثيرة من حوادث الأمم الذين سبقوكم مع أنبيائهم ومن ثبت منهم واستقام على دين الله ومن نكس وحرف وغير ثم ماذا كانت النتيجة التي حصلت أمور كانت تتكرر لا تتغير ثابثة بأمر الله سبحانه وتعالى وقدره وهذا فيه زيادة بصيرة للإنسان المسلم أنه يعلم أن هذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى وقدر ما فيه وأنه هو الرب الواحد الأحد القادر على كل شيء لا رب غيره ولا إله سواه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هؤلاء الذين كذبوا حتى وأن استطالوا في بعض الوقت وإن ظلموا وإن بغوا لكن عاقبتهم الهلاك والدمار قوم عاد قوم ثمود قوم صالح فرعون وقومه أحداث كثيرة قصها الله سبحانه وتعالى هي تدل على عاقبة المكذبين وعاقبة ونهاية الظالمين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا الذي قصه الله سبحانه وتعالى فيه بيان للمؤمنين وهذا الكتاب القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام فيه بيان وفيه هدى للناس وهدى وموعظة للمتقين لكن لا ينتفع به ولا يتعظ به إلا من كان من عباد الله المتقين المؤمنين الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى وأما المكذبون وأما الظالمون وأما الجاحدون فلا ينفعهم ذلك شيئا ثم الله سبحانه وتعالى هنا يذكر بقصة عظيمة حدثت للمسلمين وهي معروفة في التاريخ الإسلامي ومعروفة في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام وهي قصة غزوة أحد قصة غزوة أحد قصة عظيمة فيها عبر عديدة وفيها فوائد وفيها تثبيت وفيها تذكير وفيها رد للإنسان المسلم لإيمانه وتثبيت له على ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من الإيمان واليقين الله سبحانه وتعالى قدر على المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد الهزيمة بعد أن انتصروا في بداية المعركة قدر الله سبحانه وتعالى عليهم الهزيمة هزموا وقتل منهم عدد كبير من خيار المسلمين وصناديدهم قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وقتل مصعب بن عمير وقتل آنس بن النظر قتل خلق كثير سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا في هذه المعركة ولا بأس أن نعرج على شيء من ذكر قصة هذه المعركة النبي عليه الصلاة والسلام علم أن قريشا غضبت وحزنت وتألمت كثيرا لما أصابها في بدر فقاموا يتنادون فيما بينهم ويجمعون من أموالهم وينادون أنصارهم وأتباعهم ليجهزوا لغزوة يغزون بها المسلمين ينتصفون فيها منهم ويثأرون لقتلاهم وما أصابهم في بدر وجمعوا جموعهم وأقبلوا في ثلاثة آلاف عددهم ثلاثة آلاف وهم مدججون بالأسلحة ومعهم الخيل ومعهم الركاب ومعهم العدة ومعهم الفرسان جاءوا إلى المدينة ونزلوا بطرف منها فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بهم وقام يستعد لهذا الأمر وكان من رأيه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يخرج أن لا يخرج من المدينة أن يبقى فيها وأن يدافع كما حصل منه في غزوة الخندق وهذا بناء على رؤية رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام رؤية أحزنته النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية الأنبياء كما تعلمون حق رؤية الأنبياء من الوحي حق رأى النبي عليه الصلاة والسلام بقرا تذبح ورأى في سيفه ثلمة فعلم أنه ستحصل في أصحابه مقتلة عظيمة فما أحب أن يخرج لكن أصحابه خاصة الشباب الذين لم يحضروا غزوة بدر كانوا يتطلعون إلى غزوة يشاركون فيها إخوانهم المسلمين ويكونون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في قتال الأعداء حزنوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ما خرج لقتال في بداية الأمر لكن فرض عليه القتال بعد أن وصل إلى هنالك أما هؤلاء الذين لم يخرجوا معه بعضهم كان مشغولا بعضهم كان غائبا بعضهم ما وصله الخبر فلما علموا بما حصل في غزوة بدر تحسروا وكانوا يؤملون أن تحصل معركة أخرى ينالون فيها شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج هو ما كان من رأيه أن يخرج كان يريد أن يبقى أن يقاتلهم في المدينة لكنهم أصروا عليه فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لرغبتهم لأنهم عدد كبير وقام عليه الصلاة والسلام ودخل إلى بيته ولبس آلة الحرب لبس اللأمة والدروع واستعد وخرج هم في هذا الأثناء كأنهم أحسوا أنهم ضغطوا على النبي عليه الصلاة والسلام فتراجعوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان لنبي أن يضع لأمته بعد إذ لبسها يعني بعد أن استعد للحرب ولبس خلاص فانطلقوا كان هذا في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وخرجوا وجاءوا إلى أحد جبل أحد هذا المعروف في المدينة والذي هو جبل من جبال الجنة وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه أحد جبل يحبنا ونحبه هو من جبال الجنة هذا الجبل فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الجبل ونزل في أكنافه ورتب جيشه وكان خلفه جبل الذي يسمى هذا الآن جبل الرماه جبل صغير ليس من الجبال الكبيرة فوضع النبي عليه الصلاة والسلام فيه عددا من الرماه الرماه الذين يرمون بالسهام حتى لا يأتي العدو من خلفهم فيفتك بجيش المسلمين وأمر عليهم أحد الصحابة عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وكان عددهم خمسين راميا رتبهم على الجبل وأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبرحوا أماكنهم قال حتى إن هزمنا أو انتصرنا لا تبرحوا أماكنكم فبدأت المعركة وانتصر المسلمون في أول مراحلها حتى فر الأعداء وكان الأعداء هؤلاء قريش قد جلبوا معهم حتى بعض نسائهم وهذا كان من عادة العرب في القتال أن يجلبوا معهم بعض نسائهم لماذا؟ حتى يزيد حماسهم لأن الحماس يزيد حينئذ في الدفاع عن أنفسهم وعن أعراضهم فجلبوا معهم وكان معهم هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وغيرها ففروا في بداية المعركة لما شد عليهم المسلمون وقتلوا منهم عددا فروا وفر النساء لكن هؤلاء الذين على الجبل والذين أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم ترك أماكنهم لما رأوا أن العدو قد فر ورأوا الغنائم في أرض المعركة أرادوا أن يشاركوا إخوانهم وقالوا قد هزم العدو ونذهب لنشارك إخواننا في الغنائم فقال لهم عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو رئيسهم رئيس الرماة قد أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أبرح المكان فخالفوه ما بقي معه إلا عشرة والبقية نزلوا فلما رأى رأت قريش هذا وكان قائدهم خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه كان يومها على الكفر لما رأى هذه الثغرة التفى على الجبل من الخلف وجاء إلى المسلمين وأوقع بهم هذه الموقع العظيمة التي قتل فيها سبعون من المسلمين وجرح النبي عليه الصلاة والسلام وجرح أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام وأصحابه طلحة به بضع وسبعون أو بضع وثمانون طعن وضربة وغيره وقتل أنس بن النظر رضي الله تعالى عنه عم أنس بن مالك وما عرفوه ما عرفوه من كثرة ما به من الطعن والجرح الجراحة إلا ببنانه عرفته أخته فيه علامة في طرف أصبوعه عرفته أخته بها ما كانوا يعرفونه من كثرة ما حصل له فهذه بلا شك أنها درس عظيم للمسلمين في ذلك الزمن مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيره من الأزمنة مخالفة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام مهما كانت الذرائع لا تقود إلى خير النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم وأكد عليهم لكنهم خالفوا أمره فحصل ما حصل ولكنهم تعلموا من هذا الدرس استفادوا من هذا الدرس وندموا على ما حصل منهم ندموا لكن ماذا يصنعون الله سبحانه وتعالى أراد أن يجبر خواطرهم حتى هؤلاء الذين خالفوا حتى هذه الحادثة العظيمة ما حصل فيها من الهزيمة للمسلمين والجراحات والصحابة فروا أكثر الصحابة فروا ما بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عدد قليل ثم نداهم الرسول عليه الصلاة والسلام ففاءوا مرة أخرى وصدوا العدو الله سبحانه وتعالى هؤلاء أولياؤه وعباده الله سبحانه وتعالى يريد أن يجبر خواطرهم وأن يعدهم ويهيئهم لمعارك وأمور أخرى قادمة فلابد أن يجبر هذا الكسر الذي حصل لهم قال ولا تهنوا ولا تحزنوا على ما أصابكم مصيبة كبرى أصابتهم لا تهنوا لا تتوانوا ولا تحزنوا لما أصابكم وأنتم الأعلون الأعلون بماذا بإيمانكم باتباعكم لدين الله سبحانه وتعالى بثباتكم بجهادكم بإخلاصكم لا تهنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا مقتضى الإيمان أن الإنسان المؤمن يشعر بالعزة يشعر بما أعطاه الله سبحانه وتعالى وهي أهل له من الإيمان والخير لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أعتموا الأعلون في الدنيا إذا قدر الله سبحانه وتعالى لكم النصر والغلبة وأنتم الأعلون في الآخرة لأن العاقبة العاقبة للمتقين إن يمسسكم قرح هذه الجراحات وهذه الآلام وهذه المصائب التي حلت بكم في أحد حل بهؤلاء القوم مثلها إن يمسسكم قرح يعني في غزوة أحد حل بهؤلاء الأعداء مثلها في غزوة بدر إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس الأيام دول كما يقول المثل كما يقول المثل الأيام دول لكن الذي حصل للمسلمين شيء عظيم وأعظم شيء حصل للمسلمين فت في عضدهم في غزوة أحد أنه أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل فهذا هز ثقة عدد كبير منهم وولوا راجعين إلى المدينة قتل الرسول يقولون بناء على هذه الوشاية وهذه الدعاية وهذا كان سببه أن أبا سفيان لما قتل من قتل من المسلمين وظهر جيش قريش نادى نادى على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا تجيبوه ونادى على أبي بكر فقال لا تجيبوه النبي عليه الصلاة والسلام نادى على عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه فلما قال ذلك نادى عليهم فلم يجيبوه قال أعلو هبل الآن اليوم نصر هبل هذا الصنم حقهم الصنم هم الذي يعبدونه هنا في مكة هبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه قالوا بماذا نجيب؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل أعلى من هبل ها؟ فعند ذلك المسلمون أيقنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي لكن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعله درسا للمسلمين هذا الرسول ابتعثه الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم تبليغ الرسالة وهداية الناس ودلالتهم على الخير وقد حصل أنتم تعبدون محمد أو تعبدون ربكم أنتم تتبعون شرع محمد أو شرع الله سبحانه وتعالى شرع الله موجود وهذا محمد مهما طال عمره مصيره إلى الموت الموت نهاية كل حي فإذا مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذه الأحداث وهذه المصائب لها فوائد عظيمة من فوائدها التمحيص ما معنى التمحيص؟ التخليص تخليص القلوب والنفوس والصدور من الشوائب من مطامع الدنيا من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويتخذ منكم شهداء أيضاً من فوائد هذه المصائب وهذه الحروب وما يحصل فيها أن يكون من هؤلاء القتل شهداء والشهادة هذه منصب عظيم شهادة منصب الشهادة منصب عظيم شهداء أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء والشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته والشهيد لا يحاسب هذه كلها فضائل وليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يعني معنى ذلك هذا تأكيد أيضاً على أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم وكتب على نفسه البراءة من الظلم ووعد بنصرة المظلوم الله لا يحب الظالمين قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين هذه المعارك وهذا الجهاد وهذا الاستشهاد هذا فيه تمحيص وتخليص للمؤمنين وفيه هلاك ومحق للكافرين ثم بعد ذلك الجنة سلعة وهي سلعة الله كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة سلعة البضاعة المعروضة بضاعة هذه بضاعة هذه هي الجنة ثمنها هو الصبر على دين الله ثمنها هو الجهاد ثمنها هو البذل فلذلك الله سبحانه وتعالى يذكر عباده المؤمنين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هل تتوقعون أنكم تدخلون الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هذا العلم أيها الإخوة العلم هذا ليس جديدا على الله سبحانه وتعالى علم الله أزلي قبل أن يخلق الخلق أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم أمره أن يكتب كل شيء أن يكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يوجد الخلق لكن هنا لينكشف العلم المشار إليه هنا ليس لحصول علم جديد بالنسبة لله ولكن لينكشف ويتبين من هو المؤمن الثابت على دينه ومن هو غيره العلم هذا ليس علما جديدا لله حاش الله الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني لما يتبين من هو الصابر منكم ومن هو المجاهد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون هؤلاء الذين ذكرناهم الشباب والصحابة الذين لم يحضروا غزوة بدر كانوا يتمنون أنهم يجاهدون في سبيل الله مع رسول الله فيحصل لهم الأجر والمثوبة التي حصلت لإخوانهم في بدر ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ها أنتم أولئي ترون الموت والقتل في غزوة أحد فلماذا الفرار هذا الذي كنتم تمنون قد حصل لكم فلماذا تخالفون ما يعني قطعتم على أنفسكم من الوعهد والعهد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هذه آية عظيمة أيها الأخوة آية عظيمة يعني في عقيدة المسلمين في الموت في موت الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما حصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نذكره الآن مختصرا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل هذا دليل على أن الموت قد كتب على محمد عليه الصلاة والسلام كما كتب على الرسل السابقين الرسل السابقون ماتوا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول من الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل يعني سيصيبه ما أصاب الرسل الذين قبله وستنتهي حياته كما انتهت حياتهم أفئم مات أو قتل انقلبتم على عقابكم يعني إذا جاءه الموت سترتدون وتتركون إيمانكم وتتركون شرع الله وتتركون دين الله ومن ينقلب على عقبيه من يرجى عن دينه بعد أن هداه الله وبعد أن اتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا هو يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين من هم الشاكرون الثابتون على دينهم والمثابرون على طاعة ربهم وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذه فيها درس عظيم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيموت في ذلك الوقت ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لكن فيها بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام مهما طال عمره مصيره أنه يموت وهذا فيه بيان وموعظة وتذكير لهؤلاء الذين يزيفون على الناس ويذكرون لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حي وأنهم يقابلونه جهرة يقابلون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون جهرة الله سبحانه وتعالى يقول أن محمد عليه الصلاة والسلام سيموت والموت هو نهاية الحياة الدنيا ليس نهاية الأمر جميعا نهاية الحياة الدنيا بعد الموت في الحياة البرزخية وبعد الحياة البرزخية في الحياة الأخروية الأبدية إما إلى جنة وإما إلى نار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل جنة وأن يقينا عذاب النام فهؤلاء الذين الآن يتعلقون ويقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام حي ويراه بعض الناس يدعون أنهم يقابلونه وأنهم يستمعون إليه ويأخذونه هؤلاء يعني يفترون على الله الكذب يخالفون قول الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا كما يقولون الحياة الدنيوية هو حي في قبره حياة برزخية لكن إذا كان حيا الحياة الدنيوية لماذا يختفي عن الأمة والأمة فيها بها الآن من المصائب والجراحات والمخالفات والضلالات ما يحتاج إلى وجود النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا إذن يختفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي هذا خلاف المنطق وخلاف العقل وخلاف الشرع ثم هذه الآية كان لها أثر عظيم في تثبيت المسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم موته كان مارض النبي عليه الصلاة والسلام فترة وكان من أقرب أصحابه إليه بلا شك وهم عند أهل الإسلام هم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر ما كان حاضرين وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقت خروج روحي الشريفة كان أبو بكر في منزله بالسنح في طرف المدينة وكان عمر أيضا خارجه ما كان حاضرا فلما ذكر الخبر عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأقبل دخل المسجد وجاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فكشف عن وجهه ثم قبله قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا ثم انصرف فوجد الناس في المسجد قد هاجوا وماجوا ومعهم من؟ معهم عمر بن الخطاب هذا الرجل القوي الشديد في الحق عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما سلك الشيطان شعبا ولا واديا إلا سلك الشيطان ما سلك ابن الخطاب شعبا ولا واديا إلا سلك الشيطان شعبا واديا غيره هذا عمر بن الخطاب يعني ذهل من هذه الفاجعة الكبيرة سمع بالخبر وجاء للناس وكأنه نسي كل شيء وقال أبدا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاجعة عندما تقع على النفوس أحيانا تغير من كلام الإنسان ومن تصرفاته أشياء كثيرة يحدث هذا في حياة الناس فقال عمر من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ضربته عنقه بسيفه الرسول ما مات وإنما ذهب لملاقات ربه كما ذهب موسى لملاقات ربي وسيعود كلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن قبل الرسول خرج إلى الناس في المسجد قال يا أيها الحالف نشير إلى عمر عمر يقول والله ما مات رسول الله قال يا أيها الحالف اجلس ما سمع يا أيها الحالف اجلس ما سمع عمر ما جلس يا أيها الحالف اجلس ما جلس فتلى أبو بكر رضي الله تعالى عن هذه الآية قال لهم قبلها من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلى الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فالناس لما سمعوا هذه الآية كأنهم يسمعونها للوهلة الأولى حتى عمر استكان يقول كأني لم أسمعها إلا هذه مع أنهم كانوا يسمعونها ويقرؤونها فهذه الآية ثبت الله بها قلوب المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تغيروا وما حصل لهم ما حصل إلا من شدة حبهم لرسولهم عليه الصلاة والسلام يرونه بينهم يسمعونه ويجلسون إليه ويقبسون من أنواره ما كانوا يتصورون أن الرسول في يوم من الأيام سيموت هذا الذي حصل ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابه يعني من يرتد ارتدأوا ناس وناس كثر ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا عن الدين وبعضهم منعوا الزكاة الذين ارتدوا عن الدين هؤلاء إيمانهم خفيف رجعوا سريعا تركوا الإسلام مات الرسول تركوا الإسلام والذين منعوا الزكاة مسلمون لكنهم قالوا لا ندفع الزكاة لماذا؟ قالوا لأننا كنا ندفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لنا كما أمره الله في سورة براء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني صلي عليهم ادعو لهم قالوا الرسول مات يعني لماذا ندفع الزكاة الآن ما فيه الرسول ليس موجودا حتى يصلي علينا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتلهم قاتل الفئتين قاتل الفئة التي منعت الزكاة وأصر على ذلك حتى دفعوا الزكاة وراجعه عمر رضي الله تعالى عنه في هذا وقال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم ماذا قال أبو بكر هذا يبين لك منزلة هذا الإنسان الذي أكرمه الله ووضعه في هذه المنزلة أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها قرنتها في القرآن في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال هي قرنتها في القرآن فالذي يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة هذا ما أكمل الإيمان لا بد أن يقاتل حتى يرد إلى جادة الصواب قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه العقال هذا الذي يربط به البعير شيء بسيط هذا مثال يعني أنهم لا بد أن يؤدوا الزكاة وأما الذين ارتدوا خرجوا من الإسلام فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى وسير الجيوش لهم ومن أشهر وأعظم المعارك التي حصلت معركة اليمامة معركة اليمامة التي كانت مع مسيلمة الكذاب هذا الذي ادعى النبوة وانضم إليه أناس آخرون من قومه ومن غيرهم ارتدوا عن الإسلام فقاتلهم أبو بكر وأرسل إليهم المسلمون وقتل من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القراء يعني الذين يحملون القرآن مئات حتى قيل في بعض الرواية الذين قتلوا في معركة اليمامة يزيدون عن الألف من الصحابة لكنهم انتصروا وقتلوا مسيلمة ثبت الله بأبي بكر الإسلام كما ثبت به المسلمين بعد وفاة الرسول ثبت به الدين بعد ذلك في أنه حارب المرتدين وردهم إلى دين الله وحارب المرتدين حتى صدهم عن دين الله وحارب مانع وحارب مانع الزكاة حتى أدوا الزكاة أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا هذا الذي يرجع عن دينه بعد وفاة الرسول هذا لم يكن مؤمنا بالله حق الإيمان لأنه آمن بمحمد فلما مات محمد ارتد عن دينه هذا دليل على أنه لم يؤمن بالله حق الإيمان لو كان مؤمنا بالله بقي محمد عليه الصلاة والسلام أو مات الأمر سيان لا بد أن يثبت على دين الله تبارك وتعالى ثم الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا هؤلاء الذين جاءوا إلى غزوة أحد كان معهم من المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ومعه جماعة معه انسحب قبل المعركة بثلث الجيش رجعوا وهذا يفت في عضد المسلمين ها؟ وبعض هؤلاء أيضا المتشككين لما حصل للمسلمين ما حصل بدأوا يتلاومون ويقولون لو كنا ما خرجنا ما قتلنا ها؟ الله سبحانه وتعالى يبين أن الإقدام والإحجام عن المعركة لا يغير في قدر الله سبحانه وتعالى هذه الآجال محددة مقدرة بقدر الله الكوني لا يزيد فيها حرص حريص ولا ينقص منها تهور متهور الأجال محدد حتى هؤلاء الذين يقاتلون في المعارك يجب أن يستحضروا هذا المعنى وشرف للإنسان أن يموت ويستشهد في سبيل الله خير له من أن يموت على فراشه أو أن يموت أن يقع في حفرة أو أن يسقط عليه جدار أو أن تلدغه عقرب أو يعني شرف له أن يموت ها؟ في سبيل الله فهذا هو يعني تطمين من الله سبحانه وتعالى أن الآجال هذه ليست يعني والذين يموتون ليس موتهم بسبب دخولهم المعارك وإنما موتهم بسبب انتهاء أجالهم وإذا انتهى أجل الإنسان جاءه الموت من لم يمت بالسيف يقول الشاعر مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد حتى ولو كان على فراشه لو كان على فراشه لبرز الذين الله سبحانه وتعالى يقول لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني إلى أماكن موتهم فهؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر المؤمنين أن خوض غمار المعارك والجهاد في سبيل الله لا يقصر الآجال ولا يعجل بها لأن هذه الآجال محددة في ميزان الله تبارك وتعالى وفي علمه خالد بن الوليد سيف الله القائد المظفر الذي خاض معارك كثيرة ما هزم في واحدة منها كان يتمنى الشهادة كغيره من المسلمين لكنه لم يمت شهيد لم يمت في المعركة وإنما مات على فراشه ولذلك يروى عنه رضي الله تعالى أنه كان يقول لقد خضت كذا وكذا معركة ووالله ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة رمح أو طعنة سيف أو ضربة سهم وَهَا أَنَا أَمُوتُ على فراشي كما يموت البعير لم تكتب له الشهادة في ميدان المعركة فهذه مسألة يجب أن يتذكرها المسلمون وأن يحرصوا عليها وأن يتطلعوا إلى أن يكتب الله سبحانه وتعالى لهم النصر والتمكين ما كان لنفس وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا محدد هذا الأجل ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها إنسان على نية الذي يريد الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيه ويعطي الدنيا هذه لمن يحب ومن لا يحب يعطيها للمؤمن ويعطيها للكافر لكن الآخرة والعاقبة لمن للمؤمنين للمتقين ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين من هؤلاء الشاكرون الصابرون الملتزمون بدين الله سبحانه وتعالى المثابرون عليه هؤلاء جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى ما ذكر الجزاء هنا ما قال سنجزيهم بكذا ولا بكذا هذا حتى يطمئن الإنسان المسلم وهو يسمع هذا الوعد من الله إلى عظم هذا الوعد سنجزي الشاكرين من هو الذي سيجزيهم رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء هو يعطيهم أشياء أكثر مما يتصورون وأكثر مما يدور بخلدهم فلذلك قال وسنجزي الشاكرين تجزيهم بماذا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى في مثل هذا قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير هذا أيضا تذكير للمؤمنين وتثبيت لهم كم من نبي من الأنبياء السابقين قاتل معه ربيون الرب هم الأنصار الأنصار والأتباع الحريصون على اتباع النبي هؤلاء الذين حولهم الرب وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين يعني يجب عليكم أيها المؤمنون أن تصبروا مع رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام وأن تقتدوا بأتباع الأنبياء الصادقين قبلكم أنهم قاتلوا معهم وصبروا وما ضعفوا وما استكانوا لما أصابهم من الآلام والجراحات صبروا والله يحب الصابرين جزاء الصابرين الجنة وجزاء الصابرين في الدنيا الناصر والتمكين هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى ولعلنا نذكر هنا بأن القضية ليست معتمدة على القلة والكثرة أو العدة والعتاد وإن كان هذا أمر من الأمور المطلوبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لكن الناصر من عند الله سبحانه وتعالى والتثبيت من عند الله تبارك وتعالى وهزيمة الأعداء من الله تبارك وتعالى ليست بقوة ولا بكثرة عدد المسلمين في بدر ما كان عدد المسلمين أكثر ولا كانت عددهم وعتادهم يعني أقوى لا وهكذا في معارك كثيرة وقبلهم فيما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من قصة طالوت طالوت الذي جعله الله سبحانه وتعالى ملكا على بني إسرائيل لم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا استنكروا هذا واستعظموا كيف يكون طالوت هو الملك وهو ليس من أهل الغنى والثراء وليس هو من الأسر المعروفة المشهرة التي تستحق أن تولى أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسع من المال اعتراض على حكم الله قال إن الله اصطفاه عليكم هذا هو السبب لماذا طالوت الله اختاره لكم وزاده بسطة في العلم والجسم عنده علم ليس عندكم وهو في جسمه قوي وهذا من صفات القيادة القوة والأمانة والعلم هذا من صفات القيادة هؤلاء عندما خرج بهم طالوت لمقاتلة أعدائهم جرت عليهم تصفيات عديدة ليثبت معه من بقي على الإيمان الصادق قال إن الله مرتلك بنهر سنمر على نهر فلا تشربوا منه ثم رأى حاجتهم قال إلا من اغترف غرفة بيده فلما مروا بالنهر شرب أكثرهم ما اغترفوا غرفة شربوا إلا قليلا منهم بقي معه إلا قليلا هذه القلة القليلة لما برزوا لجالوت وجنوده ورأوا جالوت في جيشه الكبير وعتاده وقدرته قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هذه القلة الصافية الباقية أقل القليل صفوة الصفوة من هذه القلة ماذا قالوا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بماذا بقوتها بعددها بإذن الله والله مع الصابر فهزموهم بإذن الله هزموهم بإذن الله سبب يسير رمى داود بحجر فأصاب طالوت الملك هذا جالوت فقتله فانهزم الجيش هذا السبب أقدار الله سبحانه وتعالى وحكمته أجل أكبر مما يتصوره الناس فالله سبحانه وتعالى يقول وكهي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هذا هو الذي يجب أن يستبطنه وأن يقوله من يجاهد في سبيل الله هذا هو سبب النصر كما ذكرنا في قصة طالوت وجالوت فآتاهم الله ثواب الدنيا ثواب الدنيا بماذا؟ بنصرهم على عدوهم وحسن ثواب الآخرة الشهادة وأجر الشهيد والجنة وما أعده الله لهم من النعيم المقيم والله يحب المحسنين الله يحب المحسنين كما في الآية الأولى هناك لا يحب الظالمين هنا يحب المحسنين المحسن هو المتقن المبتغي لما عند الله سبحانه وتعالى في عمله في عبادته في حرصه في ابتغائه وجه الله سبحانه وتعالى هذا هو المحسن هذا هو المحسن الله يحب المحسنين كما أنه لا يحب الظالمين فهو يحب المحسنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن ينصر الإسلام والمسلمين على عدوهم في كل مكان اللهم إننا نستنصرك لعبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ننصرهم في فلسطين وفي كل مكان أنت وليهم وأنت ناصرهم وأنت على كل شيء قدير اللهم أننا نسألك أن تتقبل من إخواننا الحجاج حجهم وأن تردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين